فابيو جونيور هنا السؤال اللي بنترحه ايضا في القايمة جماعة يمكن النادي الاهلي كان فيه كلام ان يعني مستر مانو الجزيه اتعرض عليه اكتر من لاعب ولكن هو مصمم على احمد صديق انه ييجي كباك رايت هنا السؤال اللي بطرحه هل مانو الجزيه عنيه حلوة حد يقول يعني ايه حلوة عنيه حلوة على اللاعب انا برضو لازم اطرح ده بان النادي الاهلي بيدفع فلوس كتير بيدفع فلوس كتير في العيبة بالملايين طيب احمد شديد ده كان عندك يا مستر مانول احمد شديد ده كان عندك كان ابنك لعب نهائي افريقيا ضد الصفاقسي وبعد كده مشيته وقلت لا يصلح بعد ثلاث سنين جبته تاني ودفعت مليون ونص احمد صديق ده كان عندك كان عندك بيلعب معاك وقلت مش عايزه ومشيته ورجعته تاني هو فين عينك يا مستر مانول عينك ورؤيتك يا مدرب لو انت شاف ان اللعبة دي لا تصلح مشيتها ليه طب ولو شايفها كويسة ومصمم عليها جبتها تاني ليه ولو انت قلتلي في الثلاث سنوات اللي فاتوا قاليو طب وانت ما كنتش عارف تعاليهم يعني هو ما كانوش ناشئين ما كانوش جايين لك بيلعبوا في يعني قطاع الناشئين مثلا ومشيتهم ده واحد لعب ناس لعبت معاك في بطولة افريقيا وفي نهائي بطولة ولعب معاك في كاس عالم الاندية فغريبة جدا فين العين والفلوس اللي بتتدفع دي رايح جاي دي في نفس اللعيبة مانو الجزيه رفض موافقة على اعارة سيد حمدي لتليفونات بني سوي في المقولين وايضا رفض على اعارة او رحيل شهاب الدين والله من حق ان يرفض ولكن برضو من حق انها تستفسر اللعيبة هم ما بيلعبوش خالص ساعات ما بيخشوش برا بيخشوش الثمانتاشر اساسي بالرغم من